السلام عليكم وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة الكرام نجدد الترحب بكم إلى هذا اللقاء المبارك والذي نريد أن نخصصه للحديث عن شكر النعم شكر النعم لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا من الخيرات والبركات الشيء الكثير أقل شيء ممكن يقوم به العبد المؤمن هو أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وعلى ما أوفى به لكن الشكر الأوفى ينبغي أن يكون لصاحب النعمة لله رب العالمين لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا أن من شكر النعمة ربنا سوف يزيده وهو القائل جل علاه وإتأدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد الإنسان لابد أن يتهدم فن الشكر شكر الآخرين على عطائهم وعلى نعمهم وأعظم الشكر هو عبارة عن عن الثناء وعبارة عن الاعتراف كل من أقام لك واحد الخمة وقدم لك واحد المصلحة وقدم لك معودة لا بد أن تعترف له بهذا العطاء المعروف شيء عظيم جداً وهذا المسألة هي تربوية تربوية لأن الإنسان اللي هو كيتعلم واحد دوع من الأذام والأخلاق والقيام كيتعلم أن كل من صدع لك معروف لا بد أن تجازيه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من صدناكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له واتنوا عليه ولا بد أن نوطن علاقتنا بهذا الأدم الإسلامي الرفيع لهو فد الشكر وإسداء الثداء لكل من قدم لدى خلبه لكن كيبقى دائماً هذا الأمر مرتبط بجلال الله وعظمة الله وقدرة الله أهل الله يرون بأن كل ما يقع في الوجود هو من عطاء الله لأنه ليس في الموجود سوى رب الوجود كل ما يقع لنا في هذه الدنيا من خيرات وبركات ولو أن هناك أناس وهناك سلسلة تتعاقب من هنا وهناك ولكن في الأصل رب الوجود هو الذي يستحق أن يكون هو المعبود يكفي أن الله تعالى هو الذي خلقنا كنطفة ثم صرنا علقة ومضغة في بطون أمهتنا إلى أن صرنا أجدنا وشقنا السمع والبصر والعقل والفؤاد وأعطنا ربنا سبحانه وتال قدرة على الكلام والقدرة على التفكير وأعطنا القدرة على الحياة وكبرنا خطوة خطوة وكذا يكلؤنا بالعناية والرعاية إلى أن صرنا كبارا وتزوجنا وأعطنا الله فرحة الزواج والعائلة والأحباب والإخوة والأخوات وزادنا فضل الأولاد والبنات خيرات كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ربنا لم يقل وإن تعد نعمة الله أو نعم الله قال نعمة الله نعمة واحدة خل نعمة البصر مثلا حاول أن تحصيها لن تستطيع نعمة السمع نعمة الفكر نعمة الأكل نعمة الهضم نعم كثيرة جدا علينا جميعا أن نتذكر هذه النعم فربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده الشكور وهو سبحانه وتعالى أصلا من أسماء الله الحسنى الشكور فالله تعالى شكور وقد وعدنا بأنه يوم القيامة لما يدخلوا العباد إلى الجنة ولما يستقرون في قصورهم ويجمعهم مع عوائلهم وأحبابهم وتوضع موائد الخيرات والبركات وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الناس يشعر بالفرحة والفرحة عظيمة تنتظرون أيها الأحباب لما نخرج من هذه الدنيا ونحن خارجين لا بحالة لا بحالة لأن العمر قصير سرعان ما سوف ينتهي إلى أين نسير طبعا لا نسير إلى الخواء والفراغ كما يقول أصحاب الفكر الدهري أو الملاحدة لا إله والحياة مادة والدين أفد الشعوب هم يعتقدون بعد الوفاة هناك الظلام الدامس وهناك الفراغ التاب هذا كلام غيره مطقي بالعكس بعد الوفاة هناك انتقال إلى عالم الخلود وإلى عالم الدعيم وحينما يوزع ربنا الهدايا يطف على الخلق ويقول جل جلاله إن سعيكم كان مشكورا إن سعيكم كان مشكورا الله تعالى يشكر عباده المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا صائمين وكانوا قائمين وكانوا يفعلون الخيرات وكانوا يشتهدون في المكرمات فربنا يشكرون أهل الله يبكون يقول يا رب على ما تشكرنا والكل من عندك أنت الذي خلقتنا وأنت الذي أعطيتنا الإيمان وأنت الذي وفقتنا للعبادة والطاعة وأنت الذي فعلت كل هذا وأدخلتنا الجنة فلما تشكرنا يا رب يعلمنا ربنا عز وجل لفن الشكر لابد أن نشكر الناس والشكر أيها الأحباب الكرام هو من صفة الأخيار والأبرار وفي مقدمتهم الأنبياء الأنبياء من يلاحظ سيرتهم كلهم كانوا الشاكرين سيدنا سليمان ليعطى الله وحد الملك عظيم ليس له مثيل لا قبله ولا بعده كان يقول هذا من فضي ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر نفسه وسيدنا اللقمان كان يصيب منه يقول يا يا وأصيد اللقمان منه يا بني أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه جاب الأنبياء كيشكره وسيدنا نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا كل الأنبياء كيشكره وسيدنا إبراهيم قال لك وإبراهيب الذي وفى هذا هو سيد الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء قالوا لماذا وفاء لماذا رب عز وجل وصفه بهذا قالوا لأنه كان إذا أكل الأكل حمد الله عليها وإذا شارم الشرب حمد الله عليها وإذا دام النوم حمد الله عليها كان كثير الحمد وكثير الشكر فإحنا علينا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم للشكر كل من صدع لنا أن يعمل نشكره الشكر يكون أولا بالقلب كتشعر بأنك فعلا أنت فرحان وسعيد ومطمئن ويكون الشكر أيضا أيها الأحباب الكريم باللسان أن ما صدع لك شكرا لابد أن تتني عليه وأنك تعطيه الإحساس بأنه قام بوحد عمل جليل يستحق عليه الشكر وكذلك يكون الشكر بالعمل يعني تقدم له هدية تقدم له خدمة تكون عند حسن ضده دوما وأبدا مشت بقل عملية مستمرة لك يستحق الشكر أولا هو الحق سبحانه وثعالى وبعده الشكر يكون للوالدين لأنهم هم الذين تعبوا على تربيتك قاموا بإنجابك وربوك وعلموك ويتمنون حياتك فعليك دائما أن تشكر للوالدين الشكر كذلك يكون للأساتد والمعلمين لأنهم علمون الكثير علمون الحق والباطل علمون أن نبيز بين الحق والباطل علمون أن نبيز بين الخير والشر علمون المبادئ والقيم وصدق من قال قم للمعلم ووفه التبديل كان المعلم أن يكون رسولا الشكر يكون أيضا بين الإخوة والأخوات أننا ندعيش فيما بيننا متعاونين متضامنين متكافلين الشكر يكون من الأزواج الزوج يشكر زوجته لأنه أم أولاده ولأنها تقوم بأشغال بيت ليفهم شقة كبيرة من طبخ وكنس ونظافة وغيرها يشكرها على أنها تعطي من وقتها ومن جهدها لتوفر له الحياة الرغيد السعيدة وطبعا الزوجة تشكر زوجها لأنه يخرج من الصباح إلى المساء يبحث عن نقمة العيش الحلال تشكره على أنه يتعب نفسه ويحرص على كسب الحلال لينفق بي على أهله ودوه الشكر يكون للأصدقاء لكي يخضوا بلدنا وكي يسادونا وكي يتعاون معنا الشكر يكون كذلك لزمائنا في العمل بلكن خلقوا داخل العمل وحد الجو جميل كأسرة داخل العمل كنكون بعضياتنا متحابين كنكون بعضياتنا متناصحين القوي مننا يأخذوا بيد الضعيف هذا كله وناس وغيرهم يكون فينا فن الشكر اللي ما عندوش هذا الفن يتعلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيوسي الصحابة أنهم يتعلموه فن الشكر واللي ما عندوش ادعي الله يعطيه ليه كان قل موعد جبل يا موعد لا تدعى أن تقول في صلاتك كل صلى اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فدائما دخلوا هذا الدعاء بشرب عز وجل يحصل فينا فن الشكر فن الشكر هي أن كل نسل حولك من صدع لك معروفا فكافئوه تكافئوه بالنظرة اللي في احترام وتقدير تكافئوه بالكلمة الطيبة لكيشعر بها بأن جهده ليس يدهم عبثا وهكذا دائما كلما الشكر كي يخلي الإنسان أنه يعطي أحسن ما عنده ودائما كي يكون الشكر الأعظم لله رب العالمين ربنا عز وجل قلنا وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه أعطانا كل شيء سبحانه وتعالى وفي قراءة تانية قلنا وآتاكم من كل ما سألتموه من كل شيء دون أن تسألوا فهذا الشكر يا أحباب الكرام نحاول ما أمكنك ترموه وهذه مناسبة مع إداعة من راديو فازت بالرتبة الأولى وهذه سنين طويلة ربما الفضل بعد الله تعالى يعود لهذا الخلق دي الشكر كلما سمعتم بأن الإداعة حازت الرتبة الأولى أقول لكل من ما عاد في الإداعة أحباب الكرام هيا نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وتقعدوا في الصدارة كل من شكر الله يبقى في الصدارة والصدارة الحقيقية مش في الدنيا الدنيا زائلة الصدارة الحقيقية تكون في الدار الأخيرة لما الإنسان قد يقول لله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فلما يقرأ كتابه قد يلقى بأن صفحة السيئات القاقت موحيت وغفرها المولى عز وجل وصفحة العيوب ربنا سترها وأزالها وصفحة الحسنات ربنا نباها وكترها وبركها كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم ينبيها لكم كما ينبي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل كتكون لقمة صغيرة ربك يكبرها كتعود مثل الجبل فهديئا لنا هديئا لنا احنا الحمد لله فرحانين كتشعروا بالفرحة معا شعلاش الفرحة في قلوبنا ألم يقل سيد الخلقي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتاني فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه احنا الحمد لله يلا الله ودعنا رمضان وكان رمضان كل خير كل عبادة وكل طاعة وكل صلاة وكل قيام وكل تلاوة قرآن وكل تهجد وكل بدل وإحسان فلما ودعناه جاءت فرحة العيد وأكيد أن هذه الفرحة اللي في العيد خلتها بقى مازال لم تزول من قلوبنا وجاءت الفرحة الثانية دي الإخلاء زكاة الفطر بل للناس كلهم الحمد لله أعطاهم الأموالهم والتوسع على الفقراء أعطاهم اكتر من القدر للمطلوب هذا خير عظيم ثم جاءت الفرحة دي الصيام ست أيام من شوال نعمة الصيام بل سام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان له كالسيام الظهر الآن نحن في شوال هذا الشهر كله غيكون دي الأفرح هذا الشهر اللي هو شهر دي الأعراس وشهر الخطوبة وشهر عقود القران غير دي الأيام الحمد لله بنا يتابع الساحة العامة معظم العائلات المغربية كي يقوموا بالتدامير دي الخطوبة كي يخطبوا لبنياتهم ويخطبوا لوليداتهم وكل واحدة عادت منهم سمقني بخطبوا لما الآن كيدروا الانتفاق على عقل القران ومنهم من أقم العرس من الآن لأن شهر شوال شهر الأفراح والمسارات أم دعائشة رضي الله عنها كان دائما فارحة وسعيدة فسألوها علاش انت فرحان وسعيدة قتلهم لأن النبي الكريم تزوجني خير خلق الله قل لو علاش انت بالضبط لأكتر سعادة من زوجاته الأخريات قل لو لأنه بنابي في شوال خطبني في شوال وعقدمي في شوال وبادمي في شوال أسأل الله تعالى أن يديب علينا الأفراح وأن يديب علينا المسارات وأن تكون إن شاء الله تعالى يا دل جلال والإكرام كل أيامنا بالخيرات أحبابي الكرام أنقوا معكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك وأشكركم على وفائكم وأشكركم على تقتكم في إداعة من راديو وإن شاء الله يبقى دائما الخير إلى الأمام وانقوا مع فاصل ثم نعود لنستقبل مكالماتكم فابقوا بعد